طلبت المحكمة العليا في إسرائيل من حكومة رئيس الوزراء بن يمين تنياهو الرد خلال ثلاثين يوماً على الدعوة التي رفعتها عائلات المحتجزين والقتل الإسرائيليين لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر وقد وجه عشرات من عائلات المحتجزين والقتل دعوة للمحكمة يطالبون فيها بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر كما طالبوا بأن يكون تحقيق اللجنة مع المستوى السياسي وقوات الأمن المزيد في سياق هذا العرض مع الزميل همام مجاه التفضل همام شكراً يا شيما لطالما كان السبب الرئيسي في استمرار العدوان العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة هو خوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو من المساءلة بشأن أحداث السابع من أكتوبر أو ما يعرف باسم أحداث طوفان الأقصى وما تلاها من إخفاقات عسكرية في القطاع المحاصر إلا أنه على ما يبدو أن هروب نتنياهو من هذه المساءلة على وشك التغيير إخفاق نتنياهو في توقع أحداث عملية طوفان الأقصى وعدم نجاحه في الإفراج عن المحتجزين دفع العشرات من عائلات المحتجزين والقتل الإسرائيليين دفعهم إلى التوجه للمحكمة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق الرسمية في أحداث السابع من أكتوبر كما طالبوا بأن يكون تحقيق اللجنة مع المستوى السياسي وقوات الأمن والسلطات عموماً ومع أي مسؤول أو هيئة ذات علاقة بالتسبب في الإخفاق الأمنية وقد وجهت عائلات المحتجزين الدعوة ضد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو ووزير العدل والمستشارة القضائية للحكومة وطالبت العائلات بتفسير سبب عدم تشكيل الحكومة الإسرائيلية لجنة تحقيق حتى الآن في أحداث ذلك اليوم الذي وصفوه بالرهيب وأسبابه وكيفية الرد عليها ممثل عائلات المحتجزين والقتل أعربوا عن تفاؤلهم بأن تأمر المحكمة بإقامة لجنة تحقيق موضحين أن استمرار العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة صار واضحا كنوع من التهرب من هذا التحقيق لذا يخشى نتنياهو وحكومته من مواجهة الحقيقة ويعمل كل ما في وسعه لتمسيها عائلات المحتجزين والقتل أكدت أيضا على أن تشكيل لجنة تحقيق ضرورة اجتماعية لا غنى عنها حتى يخرج المجتمع الإسرائيلي من صدمته وأيضا حتى يشعر الضحايا بأن هناك من يعمل على ما اسموه تنظيف القيادات من الشوائب على خلفية أحداث عملية طوفان الأقصى من جهتها طلبت المحكمة العليا للحكومة الإسرائيلية بالرد خلال شهر واحد على طلب عائلات المحتجزين والقتل بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر وتوضيح الحقائق للشارع الإسرائيلية المدن الإسرائيلية شهدت مظاهرات واسعة تحت شعار لجنة تحقيق الآن رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وبوضع قضية إعادة المحتجزين في قطاع غزة على رأس سلم الأولويات والكف عن عمليات المماطلة والتسويف التي تتم على مدار تسعة أشهر من مأزق لمأزق ومن أزمة لأزمة تتزايد الدائرة إغلاقا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الذي يواجه مأزق العدوان على غزة وأزمة المحتجزين في القطاع المحاصر إضافة إلى خوفه من المساءلة عن أحداث السابع من أكتوبر فمتى يدرك نتنياهو أنه أصبح عبءا على الإسرائيليين قبل أن يكون عبءا على العالم أجمع هذه عودة مرة أخرى إلى الزميلة شيماء واستكمال نشرة الأخبار شكرا لك همام